الولايات المتحدة ترسل أسلحة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، خبر كشفته صحيفة Wall Street Journal. في التفاصيل، أن هذه الأسلحة التي تضم أنظمة صواريخ دفاعية استحوذت عليها واشنطن منذ عقود خلت خلال عملية سرية. كان الهدف الأمريكي منها الاطلاع وفحص وكشف التكنولوجيا الروسية التي نشرتها موسكو حول العالم. ومن ضمن العملية القديمة للاستحواذ على الأسلحة الروسية، حصلت الولايات المتحدة على مضادات دفاعية جوية من طراز S-A8. كذلك قامت بعملية في بلاروسيا، حصلت خلالها واشنطن على أنظمة دفاع جوي من طراز S-300. غير أن Wall Street Journal نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه ليتم إرسال S-300 إلى أوكرانيا. وعلى الرغم من قدم S-A8، إلا أنها ذات منفعة من نسبة للقوات الأوكرانية المدربة على الأسلحة سوفيتية الصنع. وفي الإطار، رعت واشنطن صفقة تسليم أنظمة صواريخ باتريوت إلى سلوفاكيا آتية من ألمانيا وهولندا، وأعلنت سلوفاكيا تسلمها هذه الصواريخ تمهيداً لنقل منظومة S-300 الخاصة بها إلى كييف. تزامناً، تحدثت تقارير أمريكية عن محادسات تجريها الولايات المتحدة مع تركيا للتوصل إلى صفقة قوامها رفع واشنطن للعقوبات المفروضة على تركيا وعودتها إلى برنامج F-35 مقابل إرسال أنقرة لأنظمتها الدفاعية الصاروخية الروسية الصنع من طراز S-400 إلى أوكرانيا. الهدف الأمريكي من مد أوكرانيا بالمضادات وحث الدول على القيام بالأمر نفسه هو التوصل إلى إغلاق تلقائي للمجال الجوي وحظر طياران فوق أوكرانيا من دون قرار رسمي من واشنطن بل نتيجة احتدام المواجهة عبر المضادات الروسية التي يتم تزويد أوكرانيا بها.